طبعا احنا عارفين المضروب بتاع بتاع اي رقم وعبارة عن ايه? لما باجي اقولك مثلا بتساوي هتقول لي اه لما باجي اقولك فور فاكتوريال هتقول لي بتساوي فور تايمز ثري تايمز تو تايمز وان هقولك سري فاكتوريال هتساوي هتقول لي ثري تايمز تو تايمز وان وان سون وحتوصل عند الفاكتوريال الزيرو هيساوي اه واحد ماشي كده وده بسبب ان انت لو لاحظت ايه اللي بيحصل ما بين فاكتوريال فايف فاكتوريال فور هتلاقيه ان هو بيقسم على خمس يعني بيجيب الكونة بتاعت الفاكتوريال الفايف يقسمها على خمس اللي بيحصل من فاكتوريال اربعة الفاكتوريال تلاتة اللي هو بيقسم على اربعة وفكتوريا الاربعة الفكتوريا الاتنين اللي هي اتنين في واحد بيقسم على تلاتة بيجيب التلاتة في اتنين في واحد بيقسم على تلاتة فيطلع فكتوريا للاتنين وفكتوريا للواحد بيساوي واحد اللي هو هيقسم فكتوريا الاتنين على اتنين فيطلع فكتوريا للواحد طب فكتوريا الصفر بيجي ازاي اللي بنقسم فكتوريا للواحد على واحد يا شايفين اللي بيحصل خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد عشان كده فكتوريال الصفر بواحد يعني بالبترن كده يعني بدون طبعا ما ندخل في اثباتاتي يعني بس ده بالبترن كده تقدر تلاحظ ان فكتوريال الصفر فعلا هيساوي واحد لان في كل فكتوريال من اللي بعده بيقسم على الرقم بيقلل الرقم بيقلل الرقم ففي الاول قسم على خمسة بعد كده قسم على اربعة بعد كده قسم على تلاتة بعد كده اسم على اتنين. بعد كده اسم على واحد. فلو جاي بفكتوريا الواحد اللي هو بواحد اسمه على واحد هيرجع له واحد برضو. ليس precisa لصفر كمان بواحد. المهم. ايه اللي انا ملاحظه دلوقتي. اللي انا ملاحظه ان لما بجي اتكلم مسلا على فاكتوريا للاربعة. وفاكتوريا للخمسة. بلاقي ان فاكتوريا للخمسة فيه تشابه كبير مع فاكتوريا للاربعة بس في حاجة زيادة بس. ايه التشابه? قال لكل دا كده متشابه جزء ده كله كده متشابه يعني اقدر اشيل جزء ده كله كده امسحه واكتب بداله فكتوريا الاربعة قال لي اه فكتوريا الاربعة يعني كأن فكتوريا الخمسة انت قدرت تكتبها لي باستخدام فكتوريا الاربعة بس تدربتها في خمس زودت على تايمز فايف ده اللي انت عملته وده اللي واضح قدامنا هو وفكتوريا الاربعة تقدر تكتبها لي برضو باستخدام فكتوريا الاربعة قال لي اه شايف كل ده كده ده فاكتوريال 3 اشيله واكتب بدله فاكتوريال 3 يبقى يبقى 4 في فاكتوريال 3 يبقى 4 times فاكتوريال 3 and so on بنفس الطريق يبقى كل مرة لما بتجيب فاكتوريال لرقم بيدرب الرقم ده هو هو بس بيدربه في مضروب الرقم اللي هيقل منه يعني لو اعتبرنا ان الخامسة دي هي ال N يبقى الخامسة دي N يبقى اللي 4 دي N ناقص 1 يبقى كأنك بقول لك فاكتوريال N بيساوي فاكتوريال N بقى مش الخامسة فاكتوريال N بيساوي N مضروبة في فاكتوريال N ناقص 1 او عشان ما نحطش ناقص 1 ممكن نزود هنا نقول دي N زائد 1 ودي N فلما نكتبها كده هنقول فاكتوريال N زائد الواحد بيساوي N زائد الواحد مضروبة في فاكتوريال N ده اللي احنا هنعمله يبقى انت ايه اللي حصل قال لي اللي انا بكتبه ده بنسميه الريكيرسوف ديفينيشن ليه الفاكتوريال الخالفة الفاكتوريال تقدر تكلب لها يعني ديفينيشنز تانية غير غير الريكيرسوف من الريكيرسوف ديفينيشن بتاع الفاكتوريال في الارقام الكبيرة خاصة بس انا دلوقتي انا اللي انا يخصني دلوقتي في الموضوع ان انا اعرف اكتب ريكيرسوف ديفينيشن يعبر عن الفاكتوريال بس مش بقول ان ده هو يبقى افضل الاحوال يعني طيب يبقى فين البتستبيل اللي موجودة عندي قال لي البتستبيل الخطوة الاولى اللي هي الصفر اللي انت خلاص مفيش فاكتوريال للسوالم فبناء عليه اول حاجة عندي هي الصفر وان فاكتوريا للصفر بواحد ومنها بقى بعد كده لما تعوص تجيب بقى فاكتوريا للواحد هضرب الواحد في فاكتوريا للرقم اللي هيقل منه اللي هو فاكتوريا للصفر فيطلع لك واحد برضو لما تعوص تجيب الرقم اللي بعده اللي هو فاكتوريا للاتنين هضرب الاتنين في فاكتوريا للرقم اللي هيقل منه اللي هو الواحد وهكز فعالي نفسنا طلعنا بالشكل اللي قدامنا ده اول حاجة اللي هي اللي هي عند اول نقطة اللي هي الصفر كانت بتساوي واحد لان تاني خطوة اللي هي زي ما احنا شرحناها ووضحناها ان انت عند النقطة ان زائد واحد هتساوي نفس الكيمة اللي هي ان زائد واحد مضروبة في الفانكشن عند النقطة اللي هيقل منه طبعا الفانكشن هنا بتعمل فاكتوريال اللي كانت بيقولك كده ان ان زائد واحد فاكتوريال بتساوي n زائد واحد مضروبه في الفكتوريال بتاع ال-n مضروب ال-n وال-n دي بقى لو انت حطتها مثلا بصفر فكأنك بتقول ايه مضروب الواحد يساوي مضروب الواحد مضروب في مضروب الصفر فهيطلع لك الواحد او مثال تاني تقول عايز حط ال-n فيقول لك يبقى انت بتتكلم على مضروب التلاتة عشان ان زائد واحد يبقى مضروب التلاتة تساوي تلاتة في مضروب الاتنين ومضروب الاتنين عشان نجيبه يبقى احنا هنروح نعوض في نفس ال-recursive function مرة تاني فهنقول فيها ايه مضروب او الاتنين الاول مضروبه في مضروب الواحد ومضروب الواحد عشان نجيبه هنعوض في الفونكشن بتاع ركسف مرة تلت فهنقول واحد في مضروب الصفر اول لما نوصل عند مضروب الصفر نشيله ونحط قيمته اللي هو بواحد فيطلع بقى واحد في واحد في اتنين في تلاتة فيقول لك مضروب التلاتة هو عبارة عن واحد في اتنين في تلاتة هو كمان واحد في واحد في اتنين في تلاتة ده اللي احنا بنقول عليه recursive definition للفاكتوريال فونكشن لو احنا رجعنا كده بالذكرة شوية لشابتر نمبر تو لما اتكلمنا في اخر جزئية في جزئية السيكونس على الفايبونيتشي نمبرز والفايبونيتشي نمبرز طبعا او الفايبونيتشي سيكونس من الحاجات المهمة جدا دخلت مستقدمة في نقدر نحنا نبحث عنها بس المهم يعني الحكاية بتاعتها كانت عاملة ازاي كان ان احنا بيبعى عندنا رقمين رقم في المكان الاول ورقم في المكان التاني وبجمع الرقمين دولت كده يطلع لي الرقم اللي في المكان التالت دي كان دي كان اللي هو بيعمله الفايبونيتشي نمبرز او الفايبونيتشي سيكونس وعشان يجيب الرقم من رقم 4 كان بيروح يجمع 2 زي 3 اللي هم الاتنين اللي قبلوا يعني ويجيب منهم الرابع وعشان يجيب رقم 5 كان يروح يجمع 3 و 4 اللي هو الرقم يعني اللي موجود في 3 وموجود في 4 ويجيب منهم الرقم الخامس أنا 1 و 2 و 3 و 4 دولة و 5 دولة أماكن الأرقام مش قيم الأرقام يعني إذن كل رقم هو عبارة عن مجموعة الرقمين اللي قبلوا طب لعشان أبدأ يبقى لازم ابدأ من عند الرقم الثالث ماينفعش تبدأ من عند التاني لو بدأت من عند التاني مش هتلاقي رقمين قبله اتلاقي رقم واحد قبله مش هينفع لو بدأت من عند الاول مش هتلاقي ارقام قبله خالص يبقى كان لازم يبقى ال basis system هنا في الفونكشن دي هم اول نقطتين او اول كنتين دولة كده يجب ان يموجودين دولة اللي يمثلوا اللي ستار لما بتيجي تبني المسلس بتاع النجوم اللي ستار دي كتير حاجة واحد لا دلوقتي بقت الادات البناء بتاعتي او نواة البناء بتاعتي حكتين اتنين هما اول قيمتين عشان كده الفايبونيتش نامبرز كان دايما بيعرف لك اول قيمتين في الفونكشن بيقول لك القيمة الاولى بصفر والقيمة التانية بواحد ابدأ انت بقى اعمل لي فونكشن تجيب لك من اول القيم التالتة والرابعة والخمسة وهكذا فكان بيبدأ بقى يقول لنا هتلع لك بقى من اول الان بتساوي تلات يعني هنا الان بتاعته اكبر من اول تساوي تلات او لو انت بادئ العدات بتاعك من عند الصفر صفر واحد يبقى انت بادئ يبقى تبقى الان دي اكبر من او تساوي الاتنين على حسب ما انت بادئ العد بتاعك يعني انا بادئ هنا من الصفر يبقى دي رقم صفر رقم واحد يبقى ده رقم اتنين يبقى انا مش هقدر تلالة غير من اول الان اكبر من او تساوي الاتنين هتساوي ايه قال لي هتساوي الفونكشن اللي قبلها زائد الفونكشن اللي قبل اللي قبلها يبقى الثلاثة دي تساوي الفونكشن اللي كانت موجودة في واحد او الفونكشن دي اللي الاثنين بقى دي تساوي الفونكشن اللي كانت في واحد زائد الفونكشن اللي كانت موجودة في الصفر فكأنك لو عوضت عن الان دي باثنين ودي اول قيمة تقدر تعوض بيها لان الصفر والواحد هما given اهم فهو خلاص اعرف لك البيز ستيب اول قطوة ان الاف عند الصفر بصفر وان الفونكشن عند الواحد بواحد دي اول حاجة هو اعرفها لك خلاص هنبدأ بقى نعمل recursive definition قال لي كده يبقى الف of n تساوي الف of n minus 1 plus الف of n minus 2 لما ال n greater than or equal to ايه دي الفايبونيتي سيكوز او فيبونيتي فانكشن طب وبعدين قال لي بقى هتبدأ ايه نحط ال n باثنين اهو حطنا ال n باثنين هيساوي ايه الكلام ده قال لي يبقى فانكشن عند اثنين ناقص واحد يعني كمت فانكشن عند الواحد زائد فانكشن عند اثنين ناقص اثنين يعني كمت فانكشن عند الصفر طب ودي ودي اجيبهم منين قال لي موضولة موجودين عندك في ال business system فاتعوض بهم وخلاص يبقى صفر زائد او هنا بقى دي واحد مكان الف واحد زائد صفر يساوي واحد طب الف of three هتساوي كام قال لي هتساوي الف of two plus الف of one شوف نقص واحد من التلاتة ونقص اثنين من التلاتة طب الف of two الف of one هجيبهم منين قال لي بالنسبة للف of one هي موجودة عندي في ال business system تساوي واحد فما عنديش مشكلة معاه انما بالنسبة للف of two دي انا ما عرفش اجيبها اما لا اجيبها ازاي قال لي روح استخدم ال definition ده تاني عشان تطلع منه الف of two فيروح استخدمه تاني فيجيب له مين يجيب له f one plus f zero اللي هي دي فياخد الف one plus f zero دي يكتبقى هنا مكان الف اثنين فيطلع له الناتج كده هنا f one plus f zero دي اللي هي مكان f two وهنا دي plus f one موجودة اللي هي اقوض عنها بكميتها اللي هي بواحد لان دي already من ال business system وبعدين يرجع تاني يقول له بقى ال f one وال f zero دولا اجيبهم منين يقول له ده دولة ال business system فاكتبهم على طول فيقول له هنا واحد زائد صفر ودي زائد واحد فيقول له تساوي اثنين طب لما يجي يعوض لل f four هيجيبها ازاي قال لي ال f four نفس الكلام هيقول له f three plus f two طب ولا نعرف اجيب ال f three ولا ال f two لانهم ولا دي مش اي واحدة منهم business system فهيروح يجيب ال f two ازاي او زي ما جابها هنا هيجيبها f one plus f zero فيطلعها واحد زي الصرفة فيطلعها منها واحد ويجيب ال f three ازاي يروح يجيبها f two plus f one وبعدين يروح لل f two يجيبها f one plus f zero وبعدين بايعوض ما كان ال f one وال f zero بقيمه لغاية ما في الاخر هيطلع له اللي هو مجموعة الاتنين زائد الواحد اللي هو هيطلع بالتلاتة وان سؤون ازاي انا لازم بس ابقى فاهم ان ايه اللي بيحصل تمام ومنين حتى حوصل للناتج او الرقم اللي مكتوبه قدامي ده التلاتة دي جات منين يبقى لازم تبقى فاهم ايه اللي حصل لازم تبقى فاهم ان ال f four بتساوي f three plus f two ولازم تبقى عارف ان دولة مش business step مش هما ال business step اللي موجودين عندي فبناء انا عليه انا هروح اعوض اجيب دول منين اجيبهم من ال recursive definition اللي عندي فاروح اشيل ال f three واكتب بدلها f two plus f one واروح اشيل ال f two واكتب بدلها f one plus f zero ده اللي انا هعمله بعد كده هيروح للخطوة اللي بعديها هيلقي ال f two وال f one وال f one وال f zero طبعا لكل ال basis step اللي موجودين يحط كيامه معادي خالص كل المشكلة مع ال f two دلوقتي فال f two دي المفروض هتيجي ازاي هنجيبها برضو باستخدام recursive definition فبدل ال f two هنكتب بدلها ايه هنكتب بدلها f one plus f zero وهنا عندك دي plus f one اللي هي ما كانت موجودة اصلا يبقى ده الكوس الاولاني والكوس التاني خلاص هيبقى f one plus f zero هيطلع لهم كيام دلوقتي خلاص كده بدام كله اصبح f one و f zero خلاص يبقى انت دي مش اللعرف تقرب اكتر من كده فبقى هنا عليه بقى كل f one تشيلها وتحط واحد يبقى واحد زائد صفر زائد واحد زائد واحد زائد صفر فيطلع لك من هنا اثنين وهيطلع لك من هنا واحد اللي هو بيسوي ثلاثة ده الثلاثة دي جات بالطريقة دي تمام انها دي بنسميها recursive definition للفونكشن مثال كمان اننا لو عندي submission الصمممشن دوت من نقطة من بداية من الصفر لغاية نقطة معينة هي ال n لل ايه مثلا للترم اللي اسمه ايه لو انا جيت قلت ان ال n مثلا على سبيل المثال ده معناه ان الصممشن اللي انت هتجيبه هيبدأ من الصفر وينتهي عند التلاتة للا ايه كي هيسوي ايه الكلام ده هيسوي ال a zero plus a one plus a two plus a three ده اول submission انا جبته من صفر لتلاتة واضح جدا طب لو جبته قيمة ال n دي قلت انا هزود عليها واحد هخليها ال n بتساوي اربعة ايه اللي هيحصل اللي السممشن هيبقى بادئ من الصفر زي ما هو بس هينتهي عند ال 4 للا ايه كي كلام ده هيسوي ايه اللي هيسوي ال a zero plus a one plus a two plus a three plus a four صح كده طب لو جينا نعمل مقارنة ما بين ال two submissions دولات ايه اللي حصل فيهم السممشن لتنين دولات هتلاقيهم ليهم نفس القيم بتاعت اول اربعة ترمز هو هو ايه اللي حصل جديد وهو ان فيه ترمز يادة اللي هو a four ده زاد عند السممشن اللي زادت واحد في مقدار ال n اللي كانت موجود يعني معنى كده ايه قال لي يعني معنى كده ان انت كنت تقدر تشيل كل الاربعة ترمز اللي في الاول دول كده تحذفهم وتكتب بدلهم ايه summation من k من 0 ل3 صح ولا مصصح ما هو ما دول summation من k من 0 ل3 هم دولات اللي بيدوني a0 زائد ايه واحد زائد ايه اتنين زائد ايه 3 جعست بس ان انا زودت الترمز زيادة اللي هو ما كانش موجود زودته وهو ده اللي احنا بنسميه recursive definition لعملية summation يعني زي ما احنا هنشوف دلوقتي في البداية طبعا هنا فين اللي موجودة عندي اللي هي اول قيمة اللي هي ال a0 ال a0 اللي هي تبقى بدقة من صفر منتهى عند الصفر يبقى ديك ال a0 اللي هي اول value خالص في المجموعة الارقام اللي هتتجمع اللي عندك طب وبعدين قال لي بعد كده بقى هبتدي ان انا اكتب definition بالشكل ده ايه الشكل ده بقى بيديني ايه قال لي لو بدأت من عند الصفر لغاية ال n زائد الواحد الكلام ده حيساوي من عند الصفر لغاية ال n زائد ال a n plus 1 هو ده اللي انا عملته من شوية مع التلاتة ومع الاربعة الصميشن اللي كان بادئ من عند الصفر لغاية التلاتة كان هو ده بالنسبة لي ال n والصميشن اللي كان بادئ من عند الصفر لغاية الاربعة كان ده بالنسبة لي ال n زائد الواحد طب صميشن ال n من صفر لن زائد الواحد سواء ايه لما عملنا من شوية قال لي ده كان بيساوي من كيب صفر لغاية التلاتة اللي هي الان وزودنا عليها الترمي الاخير بس اللي هو كان ايه اربعة لو تفتكروا اللي هو هنا يعتبر ايه ان نقص واحد ما الان نقص واحد هنا باربعة اللي هو ال ايه اربعة اللي احنا ضفناه وخدنا الصميشن اللي فوق حطناه زي ما هو وضفنا عليه الترمي الزيادة اللي هو ايه ان بلاس فان طب الكلام ده لو انت بتجيبه مثلا يعني لو انت قلت مثلا انا عايز اجيب صميشن من اه من صفر لتلاتة باستخدام اللي قدامي ده هتيجي ازاي وامتى هنستخدم زي ما كنا بنعمل في الامسلة اللي فاتت نبص كده مع بعض لو احنا بنقول انا عايز اجيب صميشن من كيب تساوي صفر لغاية التلاتة معنى كده ان انا حطيت هنا الان باثنين يعني عشان تبقى تلاتة يبقى حطيت الان هنا باثنين فكايني بقول هنا ايه ان زائد واحد يبقى الان دي باثنين للا ايه كيب انا عايز استخدم فالكلام ده هيساوي ايه قال لي هتعمل صميشن تانية بس تتنقص الدرجة بتاعت الان واحد يعني ان زائد واحد تبقى دي ان فدي تلاتة هتبقى اتنين تبقى صميشن من كيب تساوي صفر لغاية اتنين للا ايه كيب زائد دي بقى القيمة بتاعت ايه الاخيرا اللي عندك اللي ايه ان الترمي ده نزله اللي هو ايه تلاتة ماشي والكلام ده هيساوي ايه قال لي ده هينزل تاني يستخدم مرة كمان هيبقى صميشن من اول الكيب تساوي صفر ونقص من الاتنين واحد تبقى واحد للا ايه كيب زائد الا ايه اتنين الا ايه اتنين وزائد الايه تلاتة دي تنزل ماشي ملناش دعا بي انا كل ده كان مع الصميشن ده الدني ده طب تعالى نروح للصميشن اللي هو ده تاني هيستخدم تاني الديفنيشن قال لي اه طب مالقيم تحقف قال لي لما توصل عند الايه من صفر لصفر دي البيزس ستيب فتشلها وتحط ايه زيرو ايه زيرو طب ماشي دي اللي جاية هي هتبقى صميشن من كي بتسوي صفر لغاية ايه صفر ونقص من الواحد بقى صفر للا ايه كي زائد الايه واحد وهنا في زائد الايه اتنين وهنا في زائد الايه تلاتة هنا بقى الصميشن ده ده البيزي سيستم فهيتشال وتحط بدله ايه الايه صفر فالنتج هيبقى فيه ايه زيرو بلاس ايه وان بلاس ايه تو بلاس اسري اللي انت كنت تكتبه في الاول عادي بالطريقة العادية بس احنا كتبناه في صورة الايه زي ما احنا شفنا كده مع بعض